موسيقى ولكن من باب أنه مستشار بمقاطعة عين الشخ وأيضا واحد من سكان المدينة غنقش مع هذه القضية وقد يتأخر طرح برنامج عمال للمصادقة عليه في مجلس مدينة الضاربدة السيمو حمد مرحبا بك مرحبا شكرا أخو السال دعوة السيمو سريف مجلس مدينة الضاربدة دار واحد جدول أعمال ديرو لدورة فبراير 2023 ولكن الملاحظ وحسب مجموعة من التصبيعين أن قضية تفوتات تتغلب والمبادرات العقارية تتغلب على جدول أعمال شنو رأيك فات القضية بداية كما كتعرفو هذه الدورة هي دورة عادية دي الجمعة الضارب أيضا الملاحظ أن هناك مجموعة ديرو تفوتات هالتفوتات هي تفوتات بالنسبة لبعض المساحات اللي هي مساحات اللي كتبقى من البناءات على مستوى تجزئات السكنية أو على مستوى تجموعة السكنية كيفقوا بعض البقايا اللي كنسموهم إحنا شغلوا يفوتات بعض المجزئين اللي كيبقوا يدخلهم في في كيبقوا عندو شفيلة ديالو مثلا نو كينحتى هذيك المساحات كيبقوا يدخل عندو هات المسألة هذي مشكلة ولا سيما أنها كي تفوت تفوت مقابل مادي وجمعة الضارب أيضا محتاج المداخل ولكن كان بعض المرات اللي كتلقى تفويتات المساعات اللي كتكون شوية واحدة البقائية اللي كتكون ربعين ميتر وخمسين متر أحب هذا أن في العود اللي غن ديروا إحنا تفويتات وهذا نديروا واحدة أيق لأن المواطنين محتاج لها كجمعة الضرب أيضا نحن محتاج كمواطنين متنفسات هذا لذلك الحب أن يديرهم مساعة تختارات هذا هو الليك البعض تقول بأن هذه الطريقة تفويتات هي طريقة سهلة يختار المجلس عوضة لجولة مسألة لإحداث هدائق المنتزهات هدائق صغيرة بالنسبة للأطوال أنا حتى أكون منصفا أنا لا أرميل الوردة على أي أحد أنا هنا باش نقول الحقيقة إلي عندي وحدة ست ماتر ولا دي ماتر ولا كنز ماتر دونك ندخلها يدخل السيد مقابل مقابل مادي وبطبيعة الحال هذه النقطة ما غتجل الدورة إلا وأنها تنقشت في الليجين واللجينة التعمير خصوصا دونك راكي تحدد ثمن ديالها وهذا دونك ما نكشلين أنا عشرة مترو ندير فاتش حاجة أخرى دونك نفوتها أحسن ولكن إلا كانت عند 30 مترو 40 مترو ليش هنفوتها غنفوتها باش ندخل الفلوس ومنين ندخل الفلوس لاش باش ندير بمشاريع لمن المواطنين وندير هذه ندير حذقة مثلا ولا ندير واحد لما مرر باش يبدو يتمرنه في المواطنين البعض يقول بأن تتم تركيز هذه القضية تعتفويتات ولكن كلمة أخرى في مدينة الضاربيدة دونك يمكن يجب الفلوس للضاربيدة وقضية على الممتلكات لأ طبعا حلاش هذه الممتلكات يعني مع ملاش سنوات ما شفنا الشميل فات على الممتلكات في داخل جدول مدينة الضاربيدة هو كما تعرف الأخ وسطة هذه الممتلكات كانت في العادة السابقة وخصصا في العادة العندة السابقة ساجد أنه كانت واحد في اللجنة التي كان يرأسها الأخ مشور رأي لجنة الممتلكات أنهم شوفوا في المسألة دي والقوا بعض الممتلكات لحشوم أن يكون واحد واخد قهوة وتسقالها بسمية درها مولادة واخد بسمية درها مولادة داروا بعض المسألة لذلك هنا كما قلتي الآن خصنا مش عاد مسألة دي الممتلكات خصنا شوفوا السيد دي الباقي السيخلاصوه مش نقلوه لذلك الباقي السيخلاصوه علاش الناس اللي نتلك لنا كن واحد السيد ما خلش نبسطوه مع المساطة الإدارية ونقدو مع ذلك شي مش ندخلوا فلوس أرى هذا المبلغ دي اللي يحضروني الرقم بالضبط ولكن راه مبلغ خيالي دي اللوريستر كوفري خصنا نمشيوا لهذا المسألات نمشيوا لهذا الباقي السيخلاصوه ما نجيوش نتقال آخر السنة ولا تدي المسألة ولا تروتينية ولا تسعادية أننا نجيو تلخر دي السنة في شهر عشر ولا شهر حداش هاد ندون ديلوا الاجتماعات سواء على مستوى الإخريمي أو المستوى الجهوي باش ندخلوا فلوس خصنا نسألة تكون من شهر الأول ونحن غادين راه بدات العملية فيما يتعلق برخص حراسة راه أقول للإنسان كيأدي السنة السنة كيأديها ديلة سميته وكتعرف بأن راه كيخلص ثلاثة دراما على المترو ومثال لها كانت تسعين مترو راه كيخلص ثلاثة في تسعين مترو ثلاثة درام راه مئتين وسبعين ضربها في تناش راه أقول لي واحد لكلتالاف خمسمائة وكلتالاف وستسمائة وكين واحد تلتمية درهم ولو كيديروها ديال مع البيتلا كعتك البيتلا وكعتك هذا إجراء مزيان علاش باش نسهلوا بسألها أما بقوهم مركزين على التفويتات ذلك شي راه هالتفويتات راه ماشي راه يسهلوا نسي راه ممكنش نبقى وحنا غير راه تسميته ولكن إلا كان القصد وكالي اللي ما تراج قلاله ذلك شي راه مكنش مشكل بلاكس هذا غير يدخل لسميته لجامعة الضربدة مباري غمانية اللي هي في حاجة إليه البعض المواطنين تعملين الضربدة كانوا يؤمنون أخيرا في هذا المجلس هذا فش الدار سيرتوا مع تجربة سابقة ولكن اللحن تلاحظون بأنه يعني لم يتغير شيئا بالنسبة لك إذا كمستشار جماعي إذا عندك تجربة ديالك في هذا المجال هذا كيف شنية الرؤية ديالك لهذا الجربة الحالية لأننا نتدخل على واحد تقريبا عام ونصف لأنا كيباليا وأنا لست مستشار من جامعة الضربدة المستشار مقاطعة عين الشق أنا أتمنى أن وكنت واحد يسكنت على الضربدة مراقبة متتبعية طبعا أنا أتحدث أتحدث على الضربدة لأنني ابن الضربدة لكس الوالدين ديالي رأى في الضربدة وأنا من موقعي في مقاطعة عين الشق رأى أدافع على الضربدة من هذا الموقع وما كنش فينا اللي هو بضوي اللي بضوي حقيقي أنه مدفش على مدينته رأى أنت عارف رأى كين واحد يخدم كي يسكن على ستشهر كعطاء وشهد تسكن في هذه المنطقة وما بالو كنت نترك أول الضربدة نحن الضربدة بغينا أن نصل لهذه المسألة اللي بغى صاحب جلالة أن تكون مدينة نموذجية تكون قطب مالي مواصفة عالية ولكن لحد الآن كنا بعض المشاريع اللي هي مشاريع اللي بقى عارق أنا أتحدث على المصرح البلدي المصرح الكبير أتحدث على الباصوي اللي كين في حديقة الحيوانات اللي أسميته وحديقة الحيوانات والحافلات اللي كينين في شارع القدس والقنطرة معلقة هذو هما مشاريع ولكن أتمنى أنها بتخرج الوجود حيث منين تخرج الوجود بديك سعيل المواطنة يحس بأنها على المصرح كين ولكن خصوه يخرج الوجود هاد برنامج عامل اللي كتديرو الضربة اللي هي من الاختصاصات الداتية ديالا لأنك ما كتعرفوه راها كين اختصاصات مشتركة واختصاصات منقولة واختصاصات داتية هاد برنامج عامل كيكون في السنة الأولى ولكن يخصر نتخلنا السنة الثانية هادو السؤالة عندما المجلسة المدينة لحد الساعة أنا بقي مدرش برنامج عامل وبع المألا أننا تنتخلنا سنة الثانية والقانون التنظيم Banglaki يلزم الجماعات بأنها تقوم برنامج عمل ديالها في السنة الأولى بعد ينتخل هو برنامج عامل هو برنامج عامل دار برنامج عامل ودار تعلم Margaret W지는аю والسؤال الاقتصاد ان برنامج عمل الضربة يرتكز اساسا على برامج عمل امال المقاطعات ون Yeah ولكن هذا البرنامج عمل أنه يبدأ في سنة الثالث تبدأ الباوضة لم يصادق عليه الآن في مجلس ولكن أظن كان بعض المقاطعات اللي يبدأ في هذه العملية حيث مثلا برنامج عمل شنو؟ برنامج عمل هو يحدد لك استراتيجية دي المجلس خلال الولاية مثلا عندنا في الولاية هذه ها برنامج عمل ديالي بغي ندير تسفيد بغي ندير مركبة ثقافية بغي ندير ملاعب ريادية ملاعب القرب بغي ندير مساحة خضراء دونك هاد الشي مليك الدينة برنامج عمل مخصوش لقات الصور خصو يكون واقع خصو أنه يخرج للوشد وهذا برنامج عمالك ما كتعرفو راها كي عود يتحين في سنة الثالثة دونك خصنا نكونوا بدينة باش إلي جد السنة الثالثة نحينو بمعلاء أنه إلا كان شي حاجة أخصى تزاد فيه إلا كان شي حاجة أخصى فيه دونك لو كنت بنيتبارك أنت وش هاد الناس مع التجميلات والأحرار عندهم رؤية للمدينة الدار وهو ما شي واش عندهم رؤية هي خصوات تكون عندهم رؤية لأنه سواء على المستوى الحكومي أو المستوى المركزي أو المستوى الجهوي أو المستوى المحلي كتعرف بأن جميع المقاطعات إلا بعد الاستثناءات أنهم كثيرهم هاد الناس هادو يع إما أحرار يع إما البام يع إما الاستقلال فهاد الناس هادو مثلا هاد المقاطعات التجميلة يلغة تبلي طبعنا في السنة الأولى أنا بالنسبة لي كمنتخب دي المقاطعة عن الشوق وكبيضاوي أنني كيباليا باقي ما لمسش كانش بالملموس على مستوى الجامعة أنه كان شي مشاريع اللي يسميته لأنه إلا بغيت ندير شي مشاريع المهمة المشاريع اللي يكينة خصناه الجلوة للمواطن خاص يعني بالنسبة لي خاص المجلس مدينة الدار بدا يسرع في إنجاز المشاريع أخص الإسرع هذا هو مشكلة ما الفائدة أنني نبني مرقب ثقافي ويوقف مثلا مثلا الولايات السابقة يديروا شي حاجة ولكن يتبقى خاص مثلا في الولايات تكون الولايات نموذجية نحن في بداية ديالها باقي لوقت على أساس أن ندركه لكن شي ما يضوي أنت ترحموا عنها هي متع السجيد رغم أنك ما قيل حولها ولكن أنت يقولك على الأقل أنك مجلسة السجيد كانت فيها على الأقل الجدال داخل المجليز كان نقاش كندا ما الذي يغيب الآن حاليا لا تجربوا أو لا تجربوا هو حتى لا أكون متناقدا أنني أنا في حزب التقدم الشركية وفي فريق الأحرار داخل المقاطعة عنشق كيف تبسلين أنت قادية؟ أنا نقول لك تبسلين أنت نحن كتعرف بأن المقاطعات وقد احتجتوا في كلمة الاحتجاج من طرفي على أساس أنه لا يكونوا الفرق الفرق يديروا في المجالس في العدد كبير نحن جئنا في تلاتين ثلاث أسمتهم لشدية مرسل طان الفيدر لا يوجدهم وقدرنا فرق لا كان مشكلة فريق يجب أن يكونوا في النظام الداخلية يجب أن يكونوا على الأقل يكونوا أربع دي الأشخاص وأنا كي الوحدي لذلك توقفتك تدخلت معهم لذلك فريق الفريق الذي يمكن أن نعمل معه كان هو فريق الأحرار لأنه يمكن أن ندخل في فريق الأحرار ولا في فريق السقلال أو في فريق الأحرار ندخلنا في فريق الأحرار وكان ساندوا التجربة بكل ما أسينا من قوة صحيح ناكر الجميل رغ يكون اسمته اللي مدوش على المشاريع اللي كانت في عد الساجد يكون ناكر الجميل لأنه في عد الساجد وخصوصاً خصوصاً المشاريع اللي هي تتعلق بالبنية التحتية وشاهدة على ذلك لذلك 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 الشوارع مجموعة دي الأشياء اللي فقط فقط وده رأيي الشخصي أنه كان شوية ذلك المشاريع المشاريع العرق ذلك اللي ورتاتهم جامعة الضربة ده الجامعة السابقة هذو كم اللي شوية بقوا وعليقين ولكن كان جربة إلى جهة أعتمدنا كما قلت لك نحن في السنة الأولى بدنا في السنة الثانية خصنا خصنا كتفوا الجهود باش نعطيه 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 صورة إيجابية والمواطن ديك الساعة راحنا راح الشوفرون يكونوا في الانتخابات وكن يكونوا في الحملاء راكين ديك الساعة تعاقد بينكم و بين المواطن المواطن يقدر غدي سوركم من هذه السنة تجربة أش در تولينا أنا ما جيش أنت تقول لي لا راح هذا ولكن كيف بما كان الحال أنا مثلا إلي جينا على مستوى جماعة الضاربيضة أنا خاص هادوك المنتخبين ما يخلوش فقط هولي كيشتغل خاص المواطنين يعونوا صحيح أنكين بعض النواب رئيس داخل داخل جماعة ودي فرصة أنكين بعض النواب رئيس داخل داخل جماعة الضاربيضة مفوذين في مجموعة مجموعة خطاعات خطاعات أنهم بينوا على أساس أنه كين وحد الإلحاء على أساس أنه يخرجوا هذا المسلم الذي كان يجي على مستوى التقافي وعلى مستوى على مستوى الرياضي وعلى مستوى وحتى على مستوى مستوى دي القطاع دي النظافة وهذا فالإخوان اللي عندهم أتفوذ هذا بشكورين أنه كين حدرت على جانب التقافي ولم يمكن أن نسألهم الحل قبل أن نتقلل المشكلة التقافي وهذا ترحيت على المعالي الدولي من الضاربيضة إلى الأرباط بالنسبة لك أنت وشبال لك مسألة عادية أو أن الضاربيضة لا تحتاج إلى تفرط هذه المعالي أنا بعدها أنا بعدها من هذا المنبر كان شكر الأخ النصيري نائب الرئيس المفوض على الرسالة التي وجهها إلى وزير إلى وزير الرياضة هو دار واحدة الرسالة وذكر الرسالة كانت عبارة عن رسالة وزير التقافة وزير التقافة رسالة احتجاجية على أساس أن المعارض إذا كنا تساهلنا في السنة الفارطة أن يبشر الرباط رفعت السنة هذه وهذه الرسالة كانت أنا لا أرمي الوضع لأحد ولكن الشيء بالشيء يذكر ولكن فقط الاحتجاج لا أنا معك أنا أقل ما يمكن كانت أقل ما يمكن أن أديك رسالة أما ما يمكن السكوط خاص ليس النصيرية خاصة جميع المكونات رضا بعد المشكلة كان يجيوا لشيء مؤسسة كان يجي تهدر على الاسمي يقول الله عنده تفوض كلنا مسؤولون هذه على الأقل على الأقل جميع مكونات مجلس جامعة الضربة خاصهم يتكلموا خاصهم يحتجوا متقافين متقافين وهيئات أخرى كلها تحتج أنا معقل أن الله العلي العظيم لا أفهم كيفاش هذا المعرض يتدار في الضربة جدا وفي الرباط ولكن الخطأ فين كان هو الخطأ هو أنك قبلت السنة الفاريطة أنك خليت يمشي للرباط مدام شر الرباط إذن نحن نرى جميع المدن الحل بحل الحل بحل المدن كلها بحل الرباط ولكن لا يعقل أنك كانت عندنا في الضربة في الضربة يتدار في الضربة ولكن هذا كان في الضربة يبقى في الضربة فأنت لماذا جاءت تتحيل واحد المسألة التي كانت دائما عندي وهذا نرى بحلها تسيب وتشتم وتحتقر جميع البيضوين شكرا سيبو سريف شكرا جزيلا الله حفظك شكرا أنا رأى الإشارة في أي وقت شكرا جزيلا المتتبعي كانت ألف اسبرت إلى اللقاء في حلقات المقبلة إن شاء الله مبرنا من شكرا جزيلا موسيقى 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 موسيقى